اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم الفيسبوك اذا كان يظهر من هو هذا؟ هذا جبار مهنة يسمى جبار مهنة الجنرال الجنرال الماجور جبار مهنة في بداية التسعينات كان كابيتان ليس اكثر من كابيتان من موليد الاربعان ثراثا ناحية تيزي وزو جابوا توفيق وحطوا طبعا اشتغل سنوات ما عندوش لا شهادة ما عندو لا شهادة باكالوريا ولا شهادة جامعية ولا اي شهادة انما بعلاقات ومعارف كذا قاروحوا سو ليتنا ثم ليتنا ثم كابيتان في بداية التسعينات وفي الواحد وتسعين يعين في السياري اللي سيعرف فيما بعد بالسيتياري السياري هو مركز البحث والتحريات ولما تغير اسمه أصبح يسمى السيتياري هو مركز الاقليمي للبحث والتحريات وهو انه في كل ناحية عسكرية في الجزائر وهي ست نواحي كما تعرفون ست نواحي عسكرية كاين سيتياري كاين مركز اقليمي للبحث والتحريات يعين هذا جبار مهنة كمسؤول فيه ويرقى الى رائد 92-93 اصبح رائد في هذا المركز واش راح يكون هذا المركز؟ هذا المركز من شدة المعلومات تخضيط بعض النقاط باش ما ننسهمش كلهم هذا المركز تبدأ الحرب القادرة يجي انقلاب 11 يناير 92 تبدأ شوية عنف يبدأ العنف يكبر ويكبر ويكبر ويلعب جبار مهنة مثل ومثل اللي قادوا دير اس ا ا او سي بي ام اي في النواحي الأخرى راح نيلعبوا ألعاب قادرة كلهم أدوار قادرة لكن في البوليدة هي قلب القادرة ستكون قلب الحرب القادرة اضافة الى سي بي ام ايتا بن عكنون والمراكز المرتبطة به في العاصمة بعد بن عكنون بعد سي بي ام ايتا بن عكنون اللي قلنا اسباح من بعد يسمى سي بي او يتكون السي تي اري انتاع البليدا واحد من أبشع المراكز وأخطرها وحيث تركزت كانت دير اس بقيادة الثنائي الجنرال توفيق والجنرال اسماعيل العماري راح تلعب بالدور قدير جدا هناك لي ما يعرفش او حتى التذكير لكل المتابعين البوليدة الناحية العسكرية للبوليدة تشرف على حوالي 12 او 13 ولاية تشرف على العاصمة البوليدة المدية الجلفة البويرة المسيلة عين الدفلة بومرداس تيبازا شلف تيزيوزو الى اخرى هذون هما بالذات 11 ولاية او 12 اي ان كل ما كان يجري مما يسمونه الحرب على الارهاب كل الاجهيزة درك شرطة جيش من بعد او جيالدي جيالدي هما هذو الميليشيات اللي كانت مع الحكومة او الباتريوت او سميهم ما شئت او الحرس البلدي كلهم كلهم بشكل او باخر بدرجة او باخر يخضعونه للستياري بمعنى لما يعتقلوا لما سواء الدرك او الشرطة او الجيش او هذو الباتريوت او الميليشيات لما يعتقلوا اي واحد ويقولوا هذا ارهاب فهذا مسؤولية ستياري معناه ينقل ممكن يعذف الدرك يعذف البوليس ممكن مرت حتى يقتل يعني لكن سواء كان بحق متورط في الارهاب او مش متورط الارهاب اللي هما صنعوه بداية وسواء كان انسان عادي او مرأة او راجل او شاب ينقل الى مركز ستياري في النواحي الستة احنا الان نتكلموا على العاصمة نتكلموا على البوليدة لان ناحية الاسكرية الاولى اي انه يروح عند جبار مهنة جبار مهنة كان معه عشرات المسؤولين اللي هما سواء برتبتها ونفسها رائد او اقل كابيتان ليتنو الاخ الضبار وكان عند هؤلاء عندهم كل واحد عندهم مجموعة كل واحد من فريق التعذيب فريق التعذيب هذا يقدر يكون كابيتان وعنده مجموعته عنده فيها ليتنو الازوج فيها سوليتنو الازوج فيها سراجنشيف فيها جيدونات وفيها حتى اللي ما عندهمش يعني صف جنت باش يقوموا بعمليات التعذيب ما كانش اللي كان يدخل هذا الستياري هذا مركز المركز الاقليمي للبحث والتحريات وما يمرش على التعذيب الرهيب التعذيب الشديد كان مرات ما يكفيش التعذيب خاصة لما يكونوا نساء ولكن صارت أيضا مع الشباب ومع رجال يروحوا للاختصابات يقوموا بعملية اختصابات باشرة وكان مرات ما يكفيش هذا فيروحوا يجيبوا هذا الشاب اللي حكموه مثلا الى متزوج يجيبوا زوجته او يجيبوا اخته او يجيبوا يمه او يجيبوا العيلة كلها وكانت احيانا وين يجيبوا الاسرة كلها بمعنى الاسرة يجيبوا الاب الام الزوجة ثلاثة ربعة يجيبهم قدامه ويبدوا يقولوا تقول لنا والله يمروا كلهم على ما مرت عليه وصرات وين مرت تجد الشاب يربطوه مع مو عرايا في عذاب رهيب يستمر لي ايام تجد ان احيانا يعلقوا الناس ويبقاوا لي اسبوع عشر يوم ومو علق في السماء تجد بشينيول بشيء بشع اقدم هذا جبار مهنة طبعا كان كاين ترتاق ايضا وكان كاين حسان ايضا كاين ترتاق كان في بن عكنون في السي بيامي على مستوى العاصمة على مستوى مركزي وكان كاين الجنرال حسان وكان اخرين اللي تعرفت اسميهم كان اللي ما عرفوا مش الناس فيما بعد سواء لانهم ابعدوا او قتلوا او ماتوا في ظروف غامضة لكن هؤلاء خاصة اللي وصلوا جنرالي كانوا انا ذات كلهم برتبة ما بين كابيتان كوماندان لاثنان كولونال احنا راح نشوف هذا اننا نلقوه في نهاية تسعينات كولونال يعني راح يطلعوه كولونال فراح يكون يقوم بالاعتقالات يقوم بالتعذيب يقوم بالاختطاف جزء اساسي من المخطوفين جزء اساسي من المخطوفين يعني تقديرات تقول ما بين 18 ألف إلى 20 ألف حوالي الثلثين تع المخطوفين الثلثين تع المخطوفين هم من هذه الناحية العسكرية الأولى أي من هذه الولايات الـ 11 اللي ذكرتها لكم خاصة العاصمة البوليدة المدية عند دفلة خاصة هذه الثلثين تقريبا تقديرات تقول ان الثلثين اللي عمرهم اللي اختار عليهم مخبار اللي تشوفوا أهاليهم مخطوفين يخرجوا يظاهروا ومازال بعض منهم يخرجوا يظاهر كان اللي ماتوا أماء ماتوا والديهم ماتوا في ظروف بشعة بساكين همين تضعوا فيهم وكان رموز لهؤلاء المخطوفين لعن لكم راكم تعرفوهم يعني فكان أكثرية المخطوفين مروا على مركز تعذيب هذا اللي كان يقودوا جبار مهنة في وغران في البليدة وكان عندهم لي سوصول عندهم تحت الأرض وفي الأرض وفوق الأرض وفي المجازر أيضا كاين تقديرات كلها تحدث على المجازر اش عارف اراهوا وكنت كلمتكم عليه على كل حال انكوايري باوت ماساكرز كلهم موجود عندي هنا أو لحظة فقط نجيبه كل مرة أرجع له أنا هذا الكتاب لأن هذا موسوع بكل ما تعنيه الكلمة للأسف مكتوب غير بالإنجليزية وبالفرنسية يعني جزء رئيسي بالإنجليزية وجزء آخر بالفرنسية وتمناوا أن يجي هناك من يقوم أيضا بنقله إلى العربية حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس ونقل أيضا الأجزاء الإنجليزية إلى الفرنسية حتى ينقل أيضا لجزائريين اللي نعرفوا أنه قليل جدا اللي يقرأوا الإنجليزية بكل أسف يعني لما طلعت عليه اليوم رجعت يعني باش نذكر نفسي وأنا نحضر في هذا الموضوع لقيت أيضا أن تقديرات وهذا كتاب اشتغلوا عليه بعد خاوتنا أكثر من سنتين عدد من خاوتنا اللي أشرفوا عليه طبعا هما يوسف جاوي وعباس عروة أم زيان آية العربي يعني هؤلاء الثلاثي هما اللي أشرفوا عليه أساسا وهو موجود بالمناسبة ممكن تجدوه في موقع هوغار.org اللي يشرف عليه خنان بروفيسور عباس عروة وأيضا في هذا الموقع في كثير 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 من التاريخ الجزائري وكثير من الكتابات بلغات متعددة يعني أعتقد على الأقل بثلاث لغات حتى أحيانا بالألمانية أيضا برغم أنه فيه الكثير لكن يبقى أنه الكثير ما زال مش موجود في هذا الموقع ولا في غيره أيضا لأنه شيء اللي بتاع الجزائره هو شيء رهيب وجزء كبير مهوش مرتب ومش موضوع بشكل اللي يستطيعون الناس الوصول إليه لكن ما يقدمه .hugar.org في الحقيقة ممتاز يعني ونتمنى أن يتوسع هذا العمل ويجو آخرين أيضا يوسعوا هذا العمل ففي هذا الكتاب مثلا تجد أن الثلثين عفوا ثلاث أربع من المجازر تقريبا صرات في هذه الناحية العسكرية الأولى كان يشرف عليها جزء من هذه المجازر الرئيسية خاصة اللي حدثت في البليدة والامدية والعاصمة وما جاورها العاصمة كان مشترك كان مشترك خاصة مع طرطاي لكن في البليدة وفي الامدية وما جاورهما كان يشرف عليهم وبطاعة الحال عند الدفلة الجلفة البويرة كان يشرف عليهم تيبازة شلف يشرف عليهم جبار مهنة لماذا نتكلم عليه؟ لأنهم عينوه جابوه وعينوه في مركز حساس جدا داخل المخابرات ضيف إلى ذلك كان يقوم بعمليات النهب والابتزاز المقر الرئيسي نتاعه صحيح رسمياً هو في ناحية العسكرية الأولى حيث يوجد مقر سيتياري ومراكز تعذيب لكن المقر نتاع له العبث والراحة والمركز نتاعه هو أوتيل بلاس في البوليدا أهل البوليدا ونظر كثير من الجزائرين يعرفوا هذا الفندق على أساس أنه فندق فخم وطبعاً أيضاً فندق معروف بفساد عارم يعني حتى أني نذكر نظر في جنوبي 2016 كان هناك مظاهرة شعبية من سكان الحي ضد هذا الفندق اللي تحول إلى مركز للفساد ولي أشياء بشعة يعني وكان في حتى احتجاجات وكان فيه إصابات وكان فيه فهذا مركز هذا الوتيل بلاس اللي صاحبه أيضاً متورط في كثير من الأعمال يعني في البدايات يعني اللي هو صاحبه في الأصل كان دركي سابق كان من هناك من فندق البلاس يشرف على حفلات اللهو والعبث والزهو والاختصابات وشيء أيضاً كان تحدث في هذا الفندق وكان هو الباشا هو الأمير الباشا كما يسموه كان يتصرف وكأنه أمير زمانه الملك فتجار البوليدة، تجار تيبازة، تجار المدية، تجار البويرة، تجار تيزيوزو، تجار الشلف كانوا كلهم يجب أن يدفعوا المقابل لكي لا تأتيهم الجياء لماذا؟ لأن الجياء كانت أنواع كانت الجياء الجياء من المتنطعين باسم الإسلام وكانت الجياء اللي بدأت الجياء وانتهت مخابراتية وكانت الجياء اللي هي أصلاً من الدرس فكانت الجياء هي متعددة الأصناف ومتعددة الأنواع فطبعاً الجياء اللي هي أساساً تعديرس كانت هي اللي تقوم حتى أنه واحد من أكثر المقربين منه كانوا يسموه حسين بولحيا حسين بولحيا هذا هو اسمه الحقيقي عبد الحميد حسين بولحيا وهو من أيد فراح بلدية الأربعانة ثلاثة مثل جبار مهنة كان هذا من أقرب المقربين لماذا يسموه حسين بولحيا؟ لأنه كان دائم عنده لحيا طويلة كان يرأس جياء تعديرس كان هو الأمير نتاح ويتحرك بالقشابية وباللحيا ويقوم كان متخصص في المجازر مختصص في المختطافات كان من أقرب المقربين اللي جابوا مهنة جبار وحطه طبعاً هذا سيصل إلى رتبة عقيد فيما بعد وبالمناسبة رغم عاود وجابوه هذا حسين بولحيا بالذات رح يهرب لما تصرى معركة كبيرة ذاك نتكلم عليها في 2014-2015 عندما تصرى معركة صالح والتوفيق والدراسة والسعيد هذا حسين بولحيا رح يهرب في بوطة إلى إسبانيا ويبقى هناك حيث رحلوا أموار رهيبة إلى علي كونت وبني دورم ومارسيا وإلى آخره رح يبقى هناك ورح ينجابوه لفترة الأخيرة قبل حوالي سبعة شهر أو ثمان شهر رجع برجوع توفيق بطريقة الحال رجعوا الآن موجود في الـ DDSU DDSU هي المديرية La Documentation Securities Exterior يعني المخابرات الخارجية اللي رأسها واحد اليوم يسموه محفوظ جنيرال محفوظ هذا جنيرال مريض متهالك هذا حسين بولحيا هو اللي الآن تقريبا مسيطر على هذه المخابرات الخارجية إذن معا حسين بولحيا ولكن مش فقط حسين بولحيا عندنا اسمه أخرى عندنا عمار ويلد زميرلي اللي هو بالمناسبة الشقيق سيدعلي ويلد زميرلي اللي هو الآن الجنيرال المشرف على الـ DDSU الآن اللي هو مشرف على الـ DDSU يسموه سيدعلي ويلد زميرلي خوه أكبر منه كان عقيد وكان مع جبار مهنة وصل إلى رتبة عقيد طبعا هما تدرجون بعد في الرتب والمهم كان من المساعدين المقربين انتاع فرحات جبار مهنة عبد الحافظ علش الآن ره جنيرال أما أعتقد عقيد آخر يسمى رشيد قتل في ظروف غامضة قتلته امرأة بسلح امرأة قتلته بسلح لا يعرف ما هو السبب ولكن هذه المرأة حسب المعلومات أنه في 2003 هذا العمل يسرات ما حكموش على كثير نظن حكموها ربما بخمس سنوات أو سبع سنوات على أساس أنها ربما كانت في حالة دفاع عن نفس هذا أيضا كان من المقربين منه لكن اللي همونا أكثر الآن هما هذا عمر ويلد زميرلي وعبد حافظ علاش وحسين بولحية خاصة لأنهم موجودين وموجودين بشكل كبير نرجع إلى الماترن تاحهم اللي هو جبر مهنة طبعا جبر مهنة الشيف نتاع الرئيسي هو توفيق خاصة لما كان سماعي العماري موجود كان سماعي العماري أيضا يعطلوا تعليمات يعطلوا لكن لما مات سماعي العماري في الظروف غامضة بالمناسبة في أوتا 2007 أيضا قالوا سكتة قلبية وكان عمره 66 سنة فقط أصبح دائما مع التوفيق هو عمو كان من البداية مع توفيق كان توفيق هو اللي يعطينه التعليمات مثله مثل طرطاق مثل حسان إلى آخر هذا هو من اللي توفيق فيما بعد ذبح بهم البلاد توفيق الوطني على حساب بكروح أيضا وش كان يدير إذن كان بالنسبة للتجار طبعا أنا ذاك تخلطت الأمور إلى آخر لكن اللي بقى وش عندهم شوية تجارة اللي كانوا تجار اللي كانوا كان لازم يدفعوه لامبو لامبو تيروريست اللي ما يدفعوهش جيهم الجية وكاين الناس اللي ما دفعوهش قالوا له راح وانا مش مليحة راح تجارة ميتة راح كذا جات الجية ومرت ذبحتهم يعني مش هي ذبحت الأسرة ذبحت التاجر ذبحت حرقة المصنع جية موجودة نتعو جية الخاصة به في الألف وخمسة يسعدوه إلى جنرال ينتقل من عقيد اللي بقى فيها ما من سنة تسعة وتسعين أو إلى ألف وخمسة يصبح جنرال قبل ذلك من بين أدواته المعروفة عليه أنه كان وهذه هذه واحدة من الأمور البشعة اللي قام بها فرنسا ومبعدرتها الدياريس عنه نحن أيضا كان يأخذ الناس في هليكوبتر كان مرات لما يعرض واحد للتعذيب الشديد ويعرف أنه مهمة عنده معلومات مهمة أو يريد أن ينهب من عنده عنده أموال كثيرة طلعوا لليكوبتر ويقول له تعترف وتقول لي والله الآن نرميك وكانوا أحيانا يأخذ معاه ناس اللي لازم يرميهم فيرميهم أمام الشخص اللي يكون يهدد فيه فتخيل انطلعوك لليكوبتر وتشوف واحد أمامك ربطين له يديه ويطبعو فيه هو يصرخ يطبعو فيه على بعد ألف متر والله ألفين متر من السماع من الجو وتشوفه أمامك كان يديرها كطريقة باش يضغط على بعض الناس اللي يكونوا تحت التعذيب الشديد لكن ما اعترفوش أو يعتقد أنه عندهم معلومات ما قالوهاش أو يعتقد أنه عندهم أموال ضخمة مخبينها وما قالوهاش كان يقوم بهذا ويشرف عليها شخصيا يشرف شخصيا وأشرف شخصيا على رمي الناس من الهليكوبتر هذا المجرم الكبير كما قلت كان معلومات كثيرة جدا طبعا القيناة في إضافة إلى كل هذا القيناة من مؤسسي لوجال من مؤسسي جية الفوجية كانت كاينة جية المتنطعين وكانت كاينة الفوجية تاحهم ولكن أيضا لوجال لوجال هذا أنا متأكد بالكثير من الشباب خاصة ما يعرفوهاش هذه يسموها لوجال هي منظمة الشباب الجزائري الحر ولوجال هذه داروها في البداية ككوموندوس على أساس يواجهوا في البداية على أساس أن هؤلاء الشباب الجزائري فقط شباب قرروا يحملوا السلاح باش يواجهوا كانوا دارو هذه واحدة أخرى ثاني اسمها الأسرة باش يواجهوا الإرهابيين تاع الإسلاميين وهي في الحقيقة لوجال كانت كرياسيون تاع الدراس يعني أنت في الجزائر شباب يجري في تسلاح ويقول لك أنا نواجه الإسلاميين ماذا كان عند السلاح ما عدا الدراس طبعا تالحال طبعا أيضا من بين الحاجات تاع جبارمهنه هو أنه كان سلح اللي نعرفوه فيما بعد بالجيالدي أو الباتريوت أو الحرس البلادي يسميهم مشيت كل هؤلاء اللي كانوا في المنطقة كان الرئيس المشرف الرئيسي عليهم طبعا تجد هناك جنرال تجدهم هؤلاء لكن المشرف اللي يتبع وش يدير الأمور اليومية تاحهم هو السيتياري هو الشيف تاع السيتياري هو جبار محنى والضباط اللي معاه كانوا بعض التجار اللي مدوا يعدوا مدوا 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 ما يخصهم لكن لما يقولوا نحتاج كابوس نحتاج سلاح دروها تهم فيما بعد نلقوا عند حدد حدد مثلا نلقوا عنده نلقوا عنده رشاش هذو اللي سموهم رجال أعمى نلقوا عندهم طبعا رفولفير لكلاش إلى آخره وبعدين دروها لهم تهم لكن في الحقيقة كان جبار محنى يقدم هذه الأشياء إما بطلب لما يجيه أمر عن التوفيق أو اسماعيل العماري هذيك معندوش خيار يقولوا تدي كابوس الفلاني أو كلاش الفلاني للشخص الفلاني سواء مدني أو مدنيين عسكرين كانوا مسلحين كان ينفذ لكن كاين واحدة أخرين لا معندو مش علاقات معندو مش معارفة فطبعا لازم يدفع لازم يكوح يعطي له كابوس كابوس من خزينة الدولة الجزائرية من خزينة الجيش لكن لازم يدفع مقابلها وكان كثير من الدفع يتم في باريس أو في ألي كونت في إسبانيا أغلب المال ما كانش يأخذ دينار غير لي ما عندوش في الغالب كانت الأموال لازم أن تدفع في فرنسا في أوروبا عموما لكن في فرنسا بشكل خاص وفي إسبانيا أيضا في إسبانيا أساسا في ألي كونت وماجهة ولذلك لديه أملاك هائلة في فرنسا في إسبانيا وفي دول أخرى يعني في دبي حتى الآن ف وبعدين خرج من بين أبناء واحد اسمه مولود طبعا مولود أصبح بزنسمين كبير وعنده أبريمية كبيرة في بليده وعنده مشاريع في الداخل وفي الخارج وغيرها وليكوزا وليكوزين إلى آخرين فأصبح لورد من لوردات الحرب وكانوا مجموعة لوردات برتبة جنرالات أصبحوا فيما بعد برتبة جنرالات طبعا كانوا كانين لوردات المدنيين مثلا هذا ولد الشهيد عميروش نارت ولد الرماد مثلا هذا ثاني كان لورد من لوردات الحرب لكن ما كانش عسكري داروهم بعد دي بيتي الآخر هذا أيضا واحد بن أيضا مجاهد كبير يعني سيت اسمه رأو ظهرها الفترة الأخيرة هكذا يحب قال له من حبة ننظفكم القبائل الأخيرة وقبائل أيضا ميري ميريا سيت الاسم هذا أيضا كان لورد من لوردات الحرب لكن مدني طبعا هذا لوردات الحرب تحت اللورد الكبير أو اللوردات اللي هما عسكريين خاصة تع المخابرات ترطاق حسان جبار مهنة جبار مهنة من بعد يرقى إلى أن يصبح قائد المخابرات العسكرية خلاص لما انتهت الحرب القذرة باستقدامهم لبوتفليقة عينوه ديركتور سندرال لسيكريتي دلارمي واحدة من الأجهزة الثلاثة في المخابرات الجزائية كان ديريس كان يرأسها توفيق دي سياسة يرأسها جبار مهنة حتى الإيطاحة به الديديس كان يرأسها واحد سماع الطافي حتى الإيطاحة به هذا كلهم تمت الإيطاحة بهم في 2013-2014 أو المخابرات الداخلية وكان يرأسها أكثر من واحد آخرها كان ترطاق لما أطاحوا به في 2013 وبعدين ترطاق يعودوا ريكي بيروه كما نعرف في اتفاقية فالدوغراس كما قلت كان معلومات كثيرة جدا فالوجال لوجال هذه بالمناسبة وأسرة هذه أو الأسرال كانوا ارتكبوا جرائم فضيع يعني كانوا اللي محجبة يقتلوها قال لك ردا على اغتيال غير المحجبات اللي قاموا بها الإسلاميين ونحن نعرف أن هذه غير المحجبات سواء قاموا بها المتنطعين تاجية أو قامت بها الدياريس مباشرة فكانت أيضا بعدين تراجعوا بعدين ما كملوش مع الوجال هذه شافوها ارتكبت فضاعات كثيرة جدا وبدأت الناس تشعروا وشنو وراه الدولة إذا كان كل واحد يجير في تسلاح ويقول أنا الشباب الجزائري الحر ومانيش عارف فتوقفوا تقريبا توقفت الوجال هذه مع نهاية الأربعة وتسعين بداية الخمسة وتسعين لأن بعد الأمر وليت على مستوى على مستوى عارم يعني مولات الشام إذن فيلا في شراكة فيلا فخمة جدا في شراكة شقق في كل مكان تقريبا قالك بدون حساب الشقق فيلا فخمة في تيزيوزو وأراضي أيضا هناك وأراضي أيضا في بوشاوي بلا حساب ومعارف وعلاقات أصبحت مولاش فقط البلسطة البوليدة أصبح عنده جناح ملكي في الشيراطون لما تبنى الشيراطون في الهيلتون فلوراسي وين يروح عنده الغرفة الفخمة مرات دائما تكون ملكية هناك كل جنرالات الكبار تعديرس توفيق اسماعيل طرطق حسن جبار مهنة وآخرين يعني كان عندهم غرف ملكية في سويتر وايال على مستوى الفنادق الفخمة مساعدهم طولهم غرف إلى خيرين لكن الغرف وطبعا يأخذوا أفضل أماكن وطبعا هناك تتم ما لا يتصور من فساد ومن له وعبث وبنات الناس إلى آخرين ما زالك هذه النقاط لكن لا أريد أن نزيد نطول أكثر وين عينوه الآن؟ قال لك عينوه في 2013 لازم تكلم على هذه ولو باختصار في 2013 يأتي بعد واقعة فالدوغراس طبعا يبدأ السعيد بالاتفاق مع القايد صالح وبموافقة ومباركة فرنسية أمريكية في تقسيم الدياريس لأن الدياريس كان لعب الدور قادر جدا في تيغنتورين وقتلة الغربيين كان تحسبهم كما الجزائريين أروح وقتل أروح وقتل الأمريكي والبريطاني والدنماركي إلى آخره ومن ثم الأمريكيين قروا بتفكيكها واجهت الأحداث وكان بوتفليقة قاعد ثمانية وثمانين يوم عند عسكر فرنسا وكان السعيد يرتب في الأمور إلى آخره فالمهم لما رجع بوتفليقة بدأت قسقصة الدياريس والإيطاحة بهم جميعا مثلا هو نقله أنا ذاك من دي سياسة في 2013 إلى حاجة سموها البيرو دورغانيزاسي مكتب التنظيم مكتب التنظيم كان أقل أهمية من دي سياسة وخلف فيه الأخضر تيريش اللي هو خلفه في دي سياسة يعني أبوتفليقة دار لهم في الوقت هذلك دار لهم نوع من البيرميتاسي يعني بدل هذا بهذا لكن في أول فبراير 2014 تتم الإيطاحة به نهائيا لماذا؟ لأنه أنا ذاك الجايد صالح قرر أن يصفي حساباته مع توفيق خل توفيق خلوه توفيق خلوه حتى 13 سبتمبر 2015 لكن ما بين صيف 2013 وصيف 2015 تمت الإيطاحة تقريباً بكل كبار المسؤولين وكبار الجنرالات وكبار العقداء اللي كانوا معا في الديارة ستحت توفيق ليس لأنهم خطفوا واختطفوا واختصبوا وعذبوا وجزروا الناس ونهبوا ودمروا البلاد لا من أجل من يسيطر على السلطة على الحكم وبالفعل من بين الأشياء اللي قام بها القايد صالح هو أنه نقل دي سيسا آنذاك إلى قيادة الأركان أي إليه هو إلى نفسه هو وبقات الديارة بالأمن الخارجي والأمن الداخلي وربطت برئاس الجمهورية وبذلك انتهت الأسطورة تحت توفيق والأسطورة تحت الديارة وأصبح جزء تابع لسعيد وعبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة بقيادة الترطاق اللي عودوا استرجعوه بالمناسبة وعينوه بداية من 2014 أو 2015 في منصب اللي كان يشغله توفيق ولكن بدون دي سياسة وبدل ما تكون الديارة تابعة للوزارة الدفاع أصبحت دي سياسة تابعة لقيادة الأركان والديارة الجديدة تابعة لرئاسة الجمهورية ربما تجي فترة نتكلموا شو قعنا ذاك في 2014 2013 2015 ولماذا كنا شخصياً لماذا كنت نقول لما كان القايد صالح يتسردك على الشعب من خلال الثكنات وأنه سيفعله راح أتقل توفيق وقلت له أن لا تملك أنت لا تملك ليس لديك وكانوا الذباب أو المقتنعين به أو اللي حظنوا باللي هذا رد فعل على التوفيق أو كل هذا وطبعاً مش كل ما يفرحش لما يعتقل التوفيق والترطاق وهؤلاء اللي هدموا البلاد ونصار يهرب هذا كلها كان جميل لكن في الحقيقة هذا كان لعب على العواطف لأن القايد صالح لم تكن له لا الإمكانيات الفكرية ولا الإمكانيات قصد الفكرية الذهنية يعني المواجهة إلى ولا الإمكانيات والتعمق داخل هذه القيادات ولا أصلاً كان عارف بدل من أن يختنم الفرصة ويسلم الحكم للشعب والشعب ينهي حكم الدمار تعالى الديراس وتعكبات الجنرالات وربما هو حتى يدخل التاريخ لا هو أراد الزبدة ودراهم الزبدة كما يقول مثل الفرنسي أراد أن يبقى مسيطر على الحكم وفي نفس الوقت يصفي حساباته مع الجناح اللي كان دائماً يهينوا وكان دائماً يطردوا كان دائماً يتمسخر به واتحك عليه إلى آخره إلى آخره إلى آخره فطبعاً قاموا له بما قاموا به وهنا الآن اللي كانوا حكام مع القايد صالح رهم تقريباً كلهم في السجن واللي كانوا إما في السجن إما في الهروب فرهم في السلطة طبعاً هذا كانوا اعتقلوه في كانوا اعتقلوه في كانوا اعتقلوه في كانوا اعتقلوه في أكتوبر 2019 والتهمة التي وجهت له الإثراء غير المشروع لوريشيس مو إليسيت وستخدام السلطة لا بيت بوفور تعسف في استخدام السلطة وتبيض الأموال ملياردير هذا أنا لا أستبعد أن يكون ملياردير بالدولار لا أستبعد يعني لا أستبعد لكن الأقل شيء مليتي مليتي مليونير بالدولار وملياردير مؤكد بل مليتي ملياردير بالدينار أما بالسنتين فأحسب ولا لن تجد لها حساباً فكانوا اعتقلوه في أكتوبر 2019 وفي 23 في 23 جويليا 2014 أطلقوه كان يومها عندي هذا التعليق السريع باش نرجع إلى نقطة أو نقطتين أخريتين كان يومها عندي هذا التعليق السريع وقلت أنه التوفيق لا أوجد التعليق لا تجد لنا منه ربما نرجع له مرة أخرى وقلت أنه طبعاً توفيق كنت تكلمت عليه بداية جونبي 2020 قلت أنها على بواب يطلق توفيق وأن دولة التوفيق تعود وأنها في الحقيقة نعم كان مثلاً هذا ذاك الوقت أخيراً مهندس العشرية السبب كان يخرج هذا البيع وقلت جماعة المسلحة الإسلامية جيع وبرون سكواربور ساعد في قبضة العدالة ثمن يكون يعد جبار مهنة من جنرالات الجيش المتقاعدين الذين فضلوا الإبتعاد عن الأضواء حتى أن المعلومات عن سيرة الجنرال المتقاعد تبقى نادرة مقارنة ببقية المسؤولين الجزائريين السابقين حتى أن الأوساط السياسية والإعلامية كانت تصفه بالجنرال اللغز هذا طبعاً هذا واش قالوا عليه أنا ذاك في قنواتهم وهذا لما سقط لما سقط واعتقلوا قايد صالح في أكتوبر 2019 كان تعليقي لما أطلق في 23 جويليا كان عندي لايب يوم 24 وكان هذا الحديث عندما أطلق صراح بعض كبار الجنرالات كان إعلان الأمس حين يطلق صراح جبار مهنة وهذا كان أحد كبار القتلى في التسعينات وكان يشرف على السياري ثم أسمحه يعرف بالسيتياري وهو مركز تعذيب كبير وعظيم وخطير في البوليدة عظيم في بشاعته وفي بوسه وفي الرجل كان هذا رد فعل على اعتقاله وإطلاق صراحه أنا ذاك وكان واضح بالنسبة إليه شخصياً يعني وبالنسبة لخوطنا اللي يتابعوا بداية من جون في فبري والناس تعود إلى ذلك الفترة في جون في فبري مارس كنت نقول باللي دولة التوفيق تعود وتعود بشي الآن عينوه قال لك عينوه ياسيدي أنشأوا مديرية طبعاً خرجوها عن طريق هذا الجرائد انتاحهم التابعة للمواقع انتاحهم تابعة لهم لكن خرجوها في هذا المواقع التابعة لهم أطاوه مديرية قال لك لمكافحة الإرهاب مقافحة الإرهاب تحترفوا مع نارشاد ويختلفوا معها يعرفوا باللي مكاش إرهاب الماكة أنا قلتها 57 ألف مرة باللي إحنا نختلفوا معاهم في كل شيء لكن للإنصاف هذون ممارسوش العنف المسلح ربما بعض فيهم عنصريين بعض فيهم ممارس العنف اللفظي كذا كله وإحنا شخصيا في رشاد وكذا تعرضنا خاصة من قتل القبيل من البشاعة هؤلاء الحمد لله أهل القبيل كانوا دين مردوا عليهم يعني لكن الحقيقة أن الماكة ممارسوش العنف المسلح هذه حقيقة أما رشاد فلكون يطلعوا للسماء ويهبطوا للأرض مش رحين يلقاوه باختصار بسيط لماذا؟ طبعا هما أعجز من أن يطلعوا حتى الألف كيلومتر فمش رحين يلقاوه مش رحين يلقاوه لأن باختصار رشاد تعرف وتتحدث وكل من يتحدث اسمها بأن السلمية هي الحل وأن العنف هو أكسيجين العصابات وأنه بالنسبة إليهم مثل الجيفة للبعوض والدود وأنه يكون من الجهل أن ندعو إلى تغيير هذا النظام بالعنف وهو الذي ينهب أموالنا كلها بشيشريها مدافع وطائرات وكلاشينكوفات وأنه يكون من الجهل أن نكرر المكرر ونجرب المجرب اللي يشوفوه ناس في التسعينات وأنه يكون من الجهل أن تعطيهم فرصة لطحن المجتمع هما ما فيش عنف وما فيش إرهاب وهو كل يوم يجيب لك قصة هم اليوم قال لك ما نشعار في القاورة الشاش في باب الواد إلى آخره إلى آخره ترجمة نانسي قنقر